السلام عليكم طلاب الصفحة التاسع أهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة الأستاذ رائد المسعيد بدايةً نفتح كتاب الـ Students Book كتاب الطالب إلى الـ Page 40 الصفحة 40 والعديد من التمرين المهمة المختصة بقواعد الجمل الشرطية نبدأ بسم الله في عنا أول تمرين في هذه الصفحة التمرين الخامس التمرين الخامس بطلب مننا شيء في غاية الأهمية أنه نعمل Five Conditional Sentences خمس جمل شرطية لكن هذه الجمل مفروض تكون Chain متسلسلة يعني كل منها يؤدي إلى الآخر إذا نظرنا إلى هذا الـ Example إلى هذا المثال رح نفهم إيش المقصود بسلسلة من الجمل مثلاً هون في عندي If I study hard يعني لو أني ماذا؟ لو أني أدرس بجد إيش رح يكون؟ إيش رح يصير؟ I will فإنني سوف get into university سوف ألتحق بالجامعة طيب الآن لو أني أدرس جيداً فإنني سوف ألتحق بالجامعة هاي الجملة الأولى خلصت شو المطلوب مني الآن؟ آجي على جواب الشرط يلي في الجملة الأولى أنه رح أروح على الجامعة وأعمل الشرط للجملة التالية كيف يعني؟ هون في عندي If I get into university لو أني أذهب إلى الجامعة فإني سوف أدرس بجد طيب الآن هاستكمان هون لو أني أدرس بجد فإني سوف أحصل على الشهادة أو درجة لو أني أحصل على درجة يعني جيدة فإن والداي سيكونان سعيدين لو أن والداي سعيدان فإني سوف أكون سعيداً أيضاً فلاحظوا كل جملة مرتبطة باللي قبليها يعني مثلاً لو إنها تمطر بكرة رح أخذ معاي المظلة لو إني أخذ معاي المظلة ما رح أتبلل وهكذا طيب نشوف الآن شو ممكن نعمل طبعاً هما معطين إلينا البدايات هون في عندي ثلاث بدايات البداية الأولى If I study hard لو أني أدرس بجد طبعاً الإجابة لهذه الأسئلة أو هذه البدايات ممكن تختلف من شخص إلى آخر أنا رح أعطيكم بعض الجمل المقترحة يعني هون مثلاً لو أني أدرس بجد فإنني سوف أجتاز الامتحان بعدين بحكي لو أني أجتاز الامتحان فإني سوف أكون سعيداً طيب تمام لو أني سعيد يعني فإن والداي سوف يكونان سعيدان لو أن والداي سعيدان فإنهما سوف يعطياني بعض المال لو أن والداي يعطياني بعض المال فإني سوف أشتري هدية لأجلهما هذا هو المطلوب مني هاي اسمها متسلسلة لاحظوا اجتاز الامتحان أرد أستخدمها في بداية الجملة الثانية هنا بتنتهي إني أنا سعيد وهنا بتبدأ بإني أنا سعيد طيب أتصور أنه صار واضح إيش المطلوب منه الآن يا أستاذ هنا في عنا الأفكار أنا قبل حكيت أنه بعض الناس في عندهم مشكلة في الكتابة بداية نصيحتي استحضر الفكرة بعدين أكتبه في الإنجليش الفكرة عندي أنا حضرتها الآن خلني أكتب الإنجليش بدي أحكي لو أني أدرسه بجد والآن إحنا راح نطبق قاعدة الجملة الشرطية الآن لو أني أو إذا اللي هي إف لو أني يعني أنا إف آي طبعا إحنا أخذنا قبل أنه الشرط بيبدأ بإف وعبارة الشرط بيكون مضارع بسيط زمنها مضارع بسيط أدرس ستادي فباجي هون بكتب إيش ستادي تمام إف آي ستادي هل بيصير يا أستاذ أحكي ستادي إيدي أو ستاديينغ لا ستادي مثل ما هي لأنه المضارع البسيط باستخدم الفعل مثل ما هو التصريف الأول طيب لو أني أدرسه بجد ما معنى بجد هارت طيب كويس هسا الآن بحط الفاصلة أضع فاصلة ليش يا أستاذ لأنه بعد الشرط اللي بيبدأ بإف بنحط فاصلة قبل ما نبلش بالجواب جواب الشرط فإني سوف أجتاز الامتحان وانتبهوا معاي وإذا بتقدروا تسبقوني تحكوا معاي شو لازم أكتب بكل ممتاز فإني حكينا أنه الفاء هون ما إلها ترجمة بحكي إني إني يعني أنا اللي هي I وهي I بنجي هون سوف ما معنى سوف وليا أستاذ عارفينها طيب تمام أجتاز أجتاز يعني pass pass ما تهاجتاز من معانيها أيضا يعبر إذن فإني سوف أجتاز أجتاز ماذا؟ الامتحان ال يعني ذا وامتحان exam وهي نقطع طيب تمام إذن لو أني أدرس بجد فإني سوف أجتاز الامتحان بالانجليزي if I study hard I will pass the exam لاحظوا أن جواب الشرط لازم يكون في المستقبل كيف أعمل بالمستقبل؟ بضيف ال will يلي معناتها سوف وبعد سوف فعل مجرد يعني أصل الفعل طيب كويس هسا الآن إحنا خلصنا الجملة الأولى من السلسلة الآن الجملة الثانية من نفس السلسلة الآن بدأ أحكي لو أني أجتاز الامتحان طبعا ما معنى لو أني بدأ أحط if I if I أوكي طيب لو أني أجتاز أنا صرت هنا أجتاز ما معنى أجتاز يعني أستاذ pass وهي pass الامتحان الامتحان الثانية من السلسلة نجعل الجملة الثالثة بتصور الآن الأمور قاعدة بتصير أوضح وأسهل بالنسبة لكم بدأ أحكي لو أني ما معنى لو معنى هيا أستاذ if اللي ما كان حافظها من قبل الآن هسا أكيد قاعدين أنتو بتحفظوا كلمات لأنها بتتكرر أني ما معنى أني يعني I أنا سعيد happy طبعا هون لازم نحكي I am if I am happy طيب ليش يا أستاذ ضفنا الآن هون لأنه في عندي هون مبتلئ وخبر المبتلئ والخبر في الإنجليزي بنحط بناتهم أحد أفعال I am happy I am happy طيب حط فاصلة نرجح هون لو أني سعيد أها بنحط فاصلة فإن والداي فنحكي الآن والداي ما معنى والداي my parents my parents سوف سوف وهي will يكونان ما معنى يكون مرة ثانية be أوكي وهي be سعيدان كمان happy وهي happy نقطة طبعا لاحظوا هون فإن ما ترجمتها هون ف ما ترجمتها يعني هون كأن منحكي فوالداي سوف يكون سعيدان كأن منحكي هون فوالداي سوف يكونان سعيدان طيب تمام نروح الآن هسا إن شاء الله ونكمل صار عندي لو أن والداي سعيدان فإن فإنهما سوف يعطياني يعني سوف يعطياني بعض المال طيب نكتب الآن مع بعض لو أن والداي الآن شو لازم نكتب هون يحكو في العرب أنتو أخذت المبتدأ والخبر بالإنجليز المبتدأ والخبر بحط بناتهم أحد أفعال البي الاس والار والام إلى آخر طيب لو أن والداي سعيدان فإنهما سيعطياني فإنهما يعني هم they سيعطياني يعني سوف will يعطي ما معنى يعطي give يا أستاذ يعطياني give me انتبهوا they will give me هم سوف يعطياني بعض المال ما معنى بعض يعني some ومال أكيد عارفينها money some money أوكي وهي نقطة طيب تمام هسا ظل عندي آخر جملة في هذه السلسة سبدي أحكي لو أن والداي يعطياني بعض المال فإني سوف أشتري هدية لأجلهما لو والداي يعطياني ما معنى لو مرة ثانية if لو والداي يعني لو أن والداي ما معنى والداي my parents واحفظوها اللي مش حافظها my parents والداي يعطي give يعطياني give me تمام بعض المال ما معنى بعض أخذناها قبل شوي some ومال مال يعني money يا أستاذ وهي فاصلة لأنه انتهى الشرط لو أن والداي يعطياني بعض المال جواب الشرط يعني النتيجة شو رح يصير لو يعطياني فلوس فإني إني يعني I سوف طبعا جواب الشرط بالمستقبل I will أشتري ما معنى أشتري أكيد متذكرينها بعضكو اللي هي buy هدية ما معنى هدية a present a present لأجلهما ما معنى لأجل for لأجلهما for them وهي نقطة وهي نقطة هيك الحمد لله احنا شو عملنا عملنا سلسلة من الجمل الشرطية من الشرط وجواب الشرط والجواب بنحوله لشرط بعدين بنعطيه جواب شرط والجواب كمان بنسوي شرط للجملة التالية وهكذا طيب بس الآن صارت واضح الأمور هل هيك احنا خلصنا التمرين لا احنا خلصنا واحدة منهم طبعا لهذا يحكي انه هذا التمرين طويل كثير لأنه حقيقة نعم هو طويل لكن في فائدة كبيرة جدا طيب نشوف الآن هسا في عندي الموضوع الثاني الموضوع الثاني احنا لسا بنفس التمرين بيحكي if it doesn't rain tomorrow ايش يعني if it doesn't rain tomorrow يعني لو أنها يعني لو أن الطغس أو الجو لو أنها لا لا ماذا لا تمطر أميت غدا فاصلة الآن جواب الشرط النتيجة لو أنها بكرة ما تمطر ايش راح ممكن يصير ايش ممكن يصير طبعا حكيت لكم من قبل الأجوبة ممكن تختلف من طالب لطالب لكن أنا بعطي بعض الأجوبة المقترحة أنا مثلا هون عندي طبعا حضرت الفكرة عشان تكون اختصارا للوقت حتى تكون الفكرة جاهزة وممكن تتابعوا نفس هاي الطريقة في الامتحان تكتبوا على هانش بعض الأفكار في العربي إذا صعب تكتبوا إنجليز مباشرة وأنا كتبتلكوا إياها هون حتى نختصر الوقت لو أنها لا تمطر غدا الفكرة اللي أعطوني إياها هون في تو في اثنين لو أنها لا تمطر غدا فإننا سوف نذهب للتسوق هاي هي النتيجة جواب الشرط خلينا نكتب مع بعض هون بدي أحكي لو أنها لو نتصور الآن هس الكل صار حافظها إف لو لو أنها إف إت لو أنها لا تمطر ما معنى لا دازنت دازنت أوه أوكي طبعا ممكن واحد يحكي أستاذ مش لا معنتها نو يحكي لا الآن إذا لا المقصود فيها نفي الفعل لا تنفي المطر تمطر لا بعدين فعل إذا نقصدها نفي الفعل نستخدم دونت أو دازنت عادة طبعا لأنه مفرد إت بتأخذ دازنت وليس دونت لو أنها لا تمطر دازنت رين وهي رين غدا ما معنى غدا تمورو وهي فاصلة طيب فإننا قلنا الفا ما بنترجمها فإننا يعني ما معنى إنا يعني نحن وي فإننا يعني نحن وي سوف لازم الجواب يكون في المستقبل ويل نذهب نذهب لتسوق go shopping shopping أوكي لو واحد حكك go for shopping ما في باس طيب تمام go shopping وهي نقطة خلصنا الجملة الأولى من السلسلة هاي الآن الجواب الشرط نذهب للتسوق بعمله هو شرط لو أننا نذهب للتسوق فإننا سوف نشتري كتابا جديدا يلا خلنا نحكي لو نذهب للتسوق ما معنى لو if نذهب هل بحط go طبعا في خلل هنا ليش لأنه لازم يكون في فعل لازم يكون في الإنجليز الفعل مبين عفوا الفاعل الفاعل لازم يكون ظاهر طبعا أنا في العربي عندي فاعل مستتر تقديره نحن بالإنجليز بدك يعني تقريبا ما بيعرفوا هذا الشيء بدك تظهر we نحن بده يصير الضمير منفصل we فصار عندنا لو نحن نذهب if we go للتسوق shopping وهي shopping طيب تمام هاي فاصلة لو أننا نذهب للتسوق فاصلة الجواب الشرط شو بيصير فإننا مرة ثانية شو مات فإننا نحن we سوف نشتري إيش عنا سوف نشتري well buy نشتري كتابا جديدا الآن كتاب book وجديد new هل بحط new بعد البوك ولا قبل في الإنجليزي الصفة اللي هو جديد قبل البوك فبنحكي buy a new book لأنه كتاب واحد بنكتب a طيب قويس a new book نقطة if we go shopping we will buy a new book طيب قويس الآن بنروح لأوين إلى الجملة الثالثة لو أننا نشتري خلينا نوضح بس أشياء ما نخربط هنا لو أننا نشتري كتابا جديدا فإني سوف أقرأه طيب حلو كيف نحكي لو أننا لو ما معنى لو لو معناها if يا أستاذ كويس لو أننا نحن if we نشتري ما معنى يشتري buy كتابا جديدا a new book قبل شوي حكيناها فإنني طبعا هون منحط فاصلة صح فإنني يعني أنا i سوف will يقرأ read أقرأه الهاء هاي اللي هي تمثل المفعول به it أوكي في العرب في عنا إشي اسمه ضمير متصل بس بالإنجليزي كل الضمائر منفصلة طيب i will read it فإني سوف أقرأه طيب كويس نيجي الآن على الجملة البعديها لو أني أقرأ الكتاب فإني سوف أتعلم شيئا أنا حكيت هون أني رح أقرأ الكتاب طيب وإذا قلت شو بيصير يعني لو أني أقرأ الكتاب فإني سوف أتعلم شيئا جديدا طيب منطقي لو أني ما معنى لو أني سريعا if i أقرأ الكتاب read the book فاصلة شو بيصير فإني سوف فإني سوف ما معنى إني سوف I will أتعلم يعني learn واللي ما بيعرف كلمة learn ياريت يكتبها على الدفتر يحفظها هي كلمة سهلة ولازم تكونوا عارفينها شيئا جديدا ما معنى شيء think بس أكتب هل أكتب think new ولا new thing بحط new thing الصفة قبل ما أصوف وهي a new thing أوكي وهي نقطة ضايل عندي الجملة الأخيرة في هاي السلسلة لو أني أتعلم شيئا جديدا فإني سوف أقوله لوالداي طيب حلو لو أني أتعلم لو أني ما معنى لو أني if I أتعلم ما معنى أتعلم learn يا أستاذ قبل شوي أخذناها شيئا جديدا a new thing وهي فاصلة فإني سوف ما معنى فإني I وسوف will أقوله say it لوالداي to يعني لي والداي my parents أوكي وهي نقطة السلسلة الثانية الحمد لله رب العلين هي نكملناها بجملها الخمسة تمام الآن بقي الموضوع الثالث طبعا بالرغم من طول هذا التمرين إلا أنه مثل ما حكيت لكم في غاية الفائدة أتوقع راح يحضر كثير من الطلاب للامتحان القادم if I لو أني convince 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 أقنع أقنع من والداي my parents لو أقني أقنع والداي ونكمل مثل ما حكيت لكم ممكن أنتوا تعملوا سلاسة من الجمل الجمل اللي بعطيك فيها أنا عبارة عن اقتراح ممكن تلتزموا فيها أو ممكن جيبوا شيء جديد وإذا جيبوا شيء جديد بيكون ممتاز يعني ممكن تعتبروا هذا عبارة عن مثال للشرح بس الروح الروح الموضوع الثالث أنا طبعا مثل ما حكيت لكم دائما أنه أنا بحب أجهز الأفكار قبل ما أبلش في الدرس لأنه هذا الشيء بيختصر علي وعليكو الوقت طيب إذن في عندي هنا السلسلة الثالثة أنا حكيت التالي لو أني أقنع والداي هذا المطلوب مني هنا لو أني أقنع والداي فإننا سوف نزور أبناء خالتي طيب فآجي أنا هون نكتب مع بعض لو أنني أوكي طيب تمام خلي نغير الخط عشان يكون أزرق وواضح لو أني هسا بدأ أطلب منكم شيء اللي منكم حاس أنه فاهم الدرس والأمور تمام يحاول يوقف الفيديو ويكتب على الدفتر هذه الجمل بالإنجليزي وبعدين يتابع الفيديو عشان يعرف هو بوين ضعيف وبوين قوي شو اللي يفاهمه وش اللي مش فاهمه طيب آمل أنكم حاولتوا تحلوا لحالكم خلي نشوف الآن حل مع بعض الآن لو أني أقنع ما معنى لو أني if I أقنع أخذناها قبل شوي convince أنا أتصور أنه هاي الكلمة جديدة على العديد منكم اللي جديدة عليها رتب تبع الدفتر يحفظها والدي my parent وهي فاصلة فإننا يعني إننا يعني نحن we سوف نزور ما معنى سوف نزور we'll visit مين أبناء خالتي أبناء خالتي يعني my cousins طبعا ال cousin اللي هو ابن العم أو ابن الخال أو ابن العم أو ابن الخال نفس الشيء تمام الآن أنا خلصت الجملة الأولى من هذه السلسلة خلونا نروح بالله على الجملة الثانية لو أني أزور أبناء خالتي فإننا سوف نلعب في الخارج طيب لو أني مرة ثانية ما معنى لو أني طبعا كلكم عارفين if I أزور ما معنى يزور visit وهي visit الشرط مثل ما تعلمنا مضارع بسيط نزور مين أبناء خالتي my cousins وهي فاصل الآن جواب الشرط اللي لازم يكون بالمستقبل فإننا we سوف نلعب well play في الخارج outside أوكي outside ماتها في الخارج و inside في الداخل طيب نكمل لو أننا نلعب في الخارج فإننا سوف نكون متعبين طب مرة ثانية لو أننا نلعب كيف نكتبها الإنجليزية على السريعة if لو أوكي if لو أننا if we نلعب في الخارج play outside فاصلة فإننا سوف we لاحظوا قاعدة الأمور بتصير أسرع لأنه أكيد هسا أنتو كمان تقدروا تحكوا معاي بشكل أسرع فإننا سوف نكون متعبين يكون be متعب tired هاي نقطة tired كلمة مهمة إذا في ناس مش حافظين معناها لازم يكتبوها يحفظوها الآن نروح على الجملة اللي قبل الأخيرة لو أننا متعبين أوكي if we are tired مرة ثانية أستاذ ليش حطين الر لأنه نحن متعبين مبتدأ وخبر بالوسط بنحط أحد أفعال الwe جمع بيأخذ الر we are tired if we are tired لو أننا متعبين شو بصير إننا سوف نرجع للمنزل أو البيت ما معنى إننا we سوف نرجع will يرجع get back ما معنى يرجع get back للبيت home أوكي we will get back home الآن نروح على آخر جملة لو أننا نرجع للبيت if we get back home فاصلة فإن خالتي من غير ما إن اللي هي أجاة توكيد ونصف في العربي ما بنترجمها في الإنجليزي بنحكي خالتي سوف تعطينا ما معنى خالتي my aunt سوف تعطينا will ما معنى يعطي give يعطينا give us تمام ما بنحكي give we الwe لما يكون في محل فاعل الضمير في محل مفعول به نستخدم us بدل we طيب give us تعطينا عصيرا باردا هل بحط juice cold ولا cold juice الصفة بالأول cold juice نقطة لاحظوا هيك الحمد الحمد خلصنا التمرين الخامس المهم مش بس انه خلصنا ان تكون ان شاء الله استفدتوا يا رب هذا اللي امن نرو على التمرين السادس التمرين السادس ما في حل هو معلومة بيعطينا اياها المعلومة نحكيها على السريع انه speaking strategies استراتيجيات الكلام لما يكون في عنا discussions حوار بينك وبين شخص ثاني كيف نعمل في الاساسيات بيحكي لك التالي انه listen carefully استمعوا بحرص لبعضكم البعض طيب كويس نستمع لبعض البعض بشكل ممتاز وبحكي انه انه خلال الكلام بين للمقابل انك انت متبع بتحكي انا اوافق معك مرات بتحكي me too وانا ايضا فالمقابل لك بحس انك انت متبع مع مضبوط طيب على كل حال بنيجي الان الى الصفحة الى التمرين التالي التمرين السابع exercise number seven وهو تمرين كمان عن الجمل الشرطية بحكي انه answer these questions بدي اجاوب عن هذه الاسئلة طبعا لاحظوا الاسئلة هاي بتحكي عن tomorrow غدا عشان هيك كلها مستقبل well 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 بما ان السؤال في المستقبل كمان الجواب لازم يكون في المستقبل مثلا في عندي السؤال الاول بحكيلي how will you feel if you have an exam قراءة سريعة how will you feel if you have an exam نعطي الترجمة مع بعض بس اضلل الكلمة اعطوني المعنى قبلي how ما معنى how كيف 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 انت سوف سوف ماذا تشعر لو انك لديك ماذا لو انك لديك امتحان شو شعورك لو انه عندك امتحان تخيل بكرة عندك امتحان ايش رح يكون شعورك اليوم طبعا انا نفس الشي حطيت طبعا الاجوبة ممكن تختلف من شخص لشخص لكن انا عملت خلينا نحكي جواب مقترح ممكن تلتزموا فيه او ممكن تغيروا واذا بتغيروا بيكون هذا الشيء افضل واحسن فانا بداية ايش حكيت هون لو ان لدي امتحان فانني سوف اشعر بالقلق نبيحك لشيء السؤال بيحكي كيف سوف تشعر لو ان لديك امتحان ما تحكي بس اشعر بالقلق الجواب لازم يكون جملة كاملة استخدم فيها الجملة الشرطية لو ان اف تمام فعشان حكيت لو ان لدي امتحان فانني سوف اشعر بماذا بالقلق طيب تمام فبنيجي الان هسا بنا نكتب هاي الفكرة بالانجليزي اللي امله انا انه ما اكون اكتب لحالي انكم بتحكوا شو لازم اكتب وكأن كوا في الصف والاستاذ بيكتب على اللوح اللي بتحكوا انتم كيف احكي لو ان لدي امتحان لو ما معنى لو if لدي يعني انا لدي i الفاعل if i لدي if i have لانه احنا اخذنا في القواعد انه if بعدها الفاعل بعدها الفعل طيب لدي ماذا امتحان an exam وهي فاصلة جواب الشرط فانني يعني i سوف وهي will اشعر feel worried feel ماذا worried سوف اشعر بالقلق طيب تمام نيجي الان هسا على السؤال الثاني السؤال الثاني بيحكي لي هون what will you do if you have too much homework قراءة سريعة what will you do if you have too much homework نعطي المعنى مع بعض بس اشرع الكلمة اعطي المعنى قبل ماذا انت سوف سوف ماذا سوف تفعل لو انك لديك ماذا الكثير ماذا من الواجبات لو انت عندك الكثير من الواجبات غدا ايش رح تعمل طبعا الجواب رح يختلف من شخص لشخص انا عندي جواب مخترح انه لو ان لدي الكثير من الواجبات غدا فان سوف اعمل بجد سوف اعمل بجد عشان الحق اني اجواب هم كلهم فبالتالي بنحكي هون مع بعض لو ان لدي الكثير من الواجبات احكوا لي شو لازم اكتب هون عشان احكي لو ان لدي لو ان if الفاعل i والفاعل have لو if i have لو ان لدي لو لدي الكثير يعني much او ممكن نحتي too much من الواجبات or much homework وهي homework وهي فاصلة شو بيصير غدا اها هون في عنا homework tomorrow tomorrow ايوة فانني سوف اعمل بجد فانني شما اتفع انني يعني i وهي i سوف ما معنى سوف will اعمل بجد اكثر ما معنى يعمل work وبجد hard طيب بجد اكثر harder er بنضيف harder harder هيك صارت harder بجد اكثر if i have much homework tomorrow i will work harder طيب كويس نروح الآن للسؤال الثالث نقرأ مع بعض what will happen if you go to bed too late قراءة الأولى بتكون ببطء عشان عنده مشكلة في القراءة يعرف كيف اللفظ الصحيح الآن القراءة السريعة what will happen if you go to bed too late طيب نعطي المعنى مع بعض what ماذا ماذا سوف يحدث لو أنك تذهب إلى السرير مبكرا جدا too late مبكرا جدا too ل t o o معنتها very very جدا مرات بيكون معنتها أيضا طيب إذن ماذا سوف يحدث إذا بتنام بكير ماذا سوف يحدث إن تذهب إلى السرير مبكرا طبعا ممكن واحد يحكي إذا رح أصحى في الليل ممكن واحد يحكي ما رح أقدر أنام مظبوط ممكن واحد يحكي رح أصحى استيقظ مبكرا فأنا حكيت لو أني أذهب إلى السرير متأخرا فأنني سوف أذهب إلى السرير متأخرا فأني سوف أستيقظ متأخرا طيب خلينا شوف كيف نكتبها بالإنجليش مثل ما اتفقنا احكولي وكأنكم بتحكولي شو لازم أكتب لو أني بالإنجليزي if I أذهب إلى السرير إلى يعني to والسرير bed متأخرا too late يعني متأخرا جدا ولو حطيت late لحالها ما في مشكلة طبعا هون في فاصلة بين الشرط وجواب الشرط فاصلة فإني يعني سوف أستيقظ ما معنى سوف أول طب ما معنى يستيقظ wake up ولو واحد كتب get up كمان صحيح متأخرا late أو too late إذا بتكو عشان تصير متأخرا جدا بدل بس متأخرا أوك وهاي نقطة الآن if I go to bed too late I will wake up too late طيب تمام الروح الآن للسؤال الرابع السؤال الرابع بحكي what will you do if you can't get to sleep at night قراءة سريعة what will you do if you can't get to sleep at night نعطي المعنى ماذا سوف أنت تفعل ماذا سوف تفعل لو أنك ماذا لا تستطيع أن تنام في الليل get to sleep يعني أن تنام هسا get to sleep نفسها to sleep إذا أنت ما قدرت تنام في الليل ماذا سوف تفعل نفس الشيء الجواب يختلف من شخص لشخص مثلا بالنسبة لبعض الناس إذا ما أجاء نوم في الليل شو بيعمل بروح مثلا يقرأ كتاب لأنه في بعض الناس بينعص لما يقرأ فبيحكي أنا بقرأ لكتاب عشان أنعص طيب خلينا نشوف كيف رح نجاوب ها أنا حكيت لو أني لا أستطيع أن أنام بالليل فإني سوف أقرأ كتابا طيب ما معنى لو أني احكوا لي if I لا أستطيع يعني can't يا أستاذ لا أستطيع طيب if I can't sleep لا أستطيع أن أنام sleep تمام ولو واحد حكى get to sleep كمان نفس المعنى وصحيح if I can't get to sleep لو أني لا أستطيع أن أنام بالليل at night ولاحظوا لما بنحكي في الليل ما بنحكي in the night بنحكي at night فاصلة فإني سوف ما أنا فإني I will أقرأ كتابا إيش لازم أكتب هون read a book وهي نقطة لاحظوا أنه كتابة الجمعة السهلة بس اللهم أنه واحد يكون حافظ قدر كويس من المعاني وشيء بسيط من القواعد طيب الآن إحنا هيك الحمد لله خلصنا التمرين السابع ماذا بقي عندنا عندنا هون التمرين الثامن لكن قبل نبلش أذكركم إذا حسين حالكم مستفيدين من هذا الفيديو ياريت أنكم الآن تعملوا مشاركة أو بعد ما ينتهي الفيديو تعملوا مشاركة لهذا الفيديو الثامن المطلوب مني أني طبعا أعمل جملة شرطية هون بحكي لي I will play football this weekend if بعدين نقاط يعني الجملة بدأ أكملها خلين نعمل الترجمة ما معنات I will play يعني يا أستاذ أنا سوف ألعب ماذا سوف ألعب فوتبول كرة القدم طيب أميت this weekend إيش يعني في آخر هذا أسبوع بالعطلة يعني إذا لو أن يعني أنا رح ألعب بشرط لو تحقق الشيء الفلاني طبعا لاحظوا هنا عاملين جدول كاتبين you or your partner يعني أنت بالنسبة إلك رح تلعب فوتبول إذا إذا إيش صار تحط جوابك هون وبالنسبة لصاحبك المفروض صاحبك يحكي لك كمان أنه رح يلعب فوتبول إذا فبالتالي يكون عندنا جملتين المقصود نعمل جملتين طبعا أنا جهست الجدول هون الجدول جهزته أوكي أوكي تمام هاي الجدول هون ورح نشتغل عليه إن شاء الله مع بعض أوكي بس خلينا أكبر شاشة الجدول هيك حتى نقدر نشوفه كامل طيب إذا هون في عندي أنا سوف ألعب الفوتبول هذا نهاية هذا الأسبوع لو لو ماذا مثلا طبعا هنا بدي أحكي الكشير هذا لاحظوا هل هذا الشرط ولا جواب الشرط اللي كتبوا لي هون هذا جواب الشرط الآن الشرط بيبلش بإف لو ونكمل لو أن الطقس مثلا مشمس فإف وهي إف الطقس ذا if the weather is sunny لو أن الطقس مشمس إذن I will play football this weekend if the weather is sunny هلو نكمل الروح الآن مثلا الصديق يحكي I will play football رح لع فوتبول لو أنك تأتي معي if لو لو أنك if you تأتي معي come with me وهي نقطة تمام نجح I will go to the public library tomorrow if شو يعني I will أنا سوف سوف ماذا أذهب لو إلى المكتبة العامة متى غدا لو أن متى رح أذهب إلى المكتبة العامة غدا لو أن لو أن ماذا مثلا ممكن أحكي أنا رح أذهب إلى المكتبة العامة غدا لو أن والداي يسمح لي ما معنى والداي my parents يسمح allow me وهذه نقطة تمام طبعا طبعا هؤل الام لازم تكون small لأن هاي مش بتكميل للجملة ممكن صديقي يحكي أنا سوف أذهب إلى المكتبة الغدا لو أنا مثلا if لو أنا عندي واجبا if لو لو أنا عندي I have واجبا homework تمام نجي الآن لآخر جملة هون if I listen to my parents يعني لو أني ماذا أستمع لمين أستمع لوالداي لاحظوا my parents كثير يوم مرت معنا my parents لو أني أستمع لوالداي شو رح يصير مثلا ممكن أنا أحكي فإنهما سيكونان سعيدان يعني إنهما يعني هم they سوف يكونان كيف أحكي سوف يكون will be سعيدان طيب الآن ممكن واحد يحكي لا if I listen to my parents لو أني أستمع لوالداي فإنني أنا سأكون سعيدا I will be happy طبعا حكيت لكم هاي إجابات مقترحة ممكن يكون لديكم إجابات مختلفة الحمد لله خلصنا التمرين الثمن شو ظن عندي بس فقط التمرين التاسع التمرين الأخير في هذه الصفحة تعمل debate يعني نقاش أو جدل أو نقاش بينك وبين صديق إليك بالنسبة للترز يعني الرسائل الورقية العادية أو الإيميل يلي هي الرسائل الإلكترونية يعني ممكن شخص يفضل رسائل ورقية الطبيعية أو ممكن شخص يفضل الإيميلات فبالتالي مناقشة يعني بحكي لي أنه انظر لهذه الجملة اللي بتحكي التالي هذه الجملة تقول It is a waste of paper and money to send someone a letter not an email خلينا نطل معنا مع بعض إنه تبذير أو إسراف للورق والمال أن ماذا أن ترسل لشخص ما رسالة وليس بريدا إلكترونية وليس رسالة إلكترونية طيب الآن هسا بده يصير في نقاش ممكن يصير في نقاش في ناس بأيد أنه لا الرسالة الورقية أحسن في ناس بيحكي لا البريد الإلكتروني أفضل طبعا بغض النظر أنتوا شو بتفضلوا إحنا بنحاول نعمل حوار حاول نعمل حوار الحوار ممكن يكون كالتالي طبعا هذا الحوار الأصل أنه يكون محكي يعني ممكن يطلع المعلم أو المعلم يطلع بعض الطلاب يتحاوروا مع بعض حول هذه النقطة بتصور أنا ممكن نستفيد من الجمل التالية في مثل هذا الحوار نتخيل أنه في عندي حوار بين واحد اللي هو خلينا نرمز له بأيه وشخص ثاني نرمز له به فأيه بيحكي ماذا لو أننا طبعا إحنا في الحوار بنحاول نستخدم جمل الشرطية لو ماذا لو أننا توقفنا عن إرسال الرسائل يعني الرسائل الورقية وأرسلنا الرسائل الإلكترونية إننا سوف نوفر الورقة الآن هذه الفكرة بدأنا أحطها في الإنجليزي فأحكولي كيف أحكي ماذا لو ماذا يعني يا أستاذ what سهل كثير صح ولا لو كلكم بتعرفوا لو if أننا يعني إحنا we نتوقف stop حتى لو أكتب هون توقف في الماضي بالإنجليزي لازم مضارع okay if we stop لو أننا نتوقف عن إرسال إرسال يعني send sending okay stop sending نتوقف عن إرسال الرسائل letters letter اللي هي الرسائل الورقية العادية وأرسلنا ما معنى و and ونرسل ما معنى يرسل send ونرسل ماذا الرسائل الإلكترونية يعني emails okay هاي علامة استفهم النتيجة إننا سوف نوفر الورق إننا يعني we سوف well ما معنى يوفر save ورق paper طيب كويس الآن إحنا بنعد بالحوار طبعاً أنتم مفروض إذا نطلب منكم هذا الشيء تكونوا محضرين هذا في الإنجليزي وحافظين بعض هاي التعبير فالشخص الثاني الشخص الثاني الشخص الثاني بعد ما سمع الأول بيحكي إنه راح نوفر ورق فالثاني شو بيحكي أنا أتفق معك إنه بالفعل إحنا راح نوفر ورق لكن لو أننا نعيد تدوير الرسائل إنه هذا ورق نعيد تدويره فإننا سوف نستخدم الورق مرة أخرى فهو بيعطي حل لقضية إنه بنستهلك ورق بيحكي إن نعيد تدويره فخليني الآن نكتب مع بعض أنا أتفق معك ما معنى أنا؟ I وأتفق agree ومعك with you I agree with you أنا أتفق معك طيب كويس لكن الآن حكولي شو معت لكن بتصور كثير منك وعارف إنها but لو أننا لاحظوا إحنا بنستخدم الجملة الشرطية if we لو أننا نعيد تدوير ما معنى نعيد تدوير recycle أخذتها بالسابع لو أننا نعيد تدوير الرسائل اللي هي letters فاصلة شو جواب الشرط النتيجة فإننا سوف نستخدم ما معنى فإننا سوف يعني we will نستخدم يعني use الورق the paper مرة أخرى again نقطة طبعا جواب منطقي أوكي بنشوف A بيرجع إلى A اللي هو بناصر أن نستخدم الإيميلات فبيحكي كنت سوف أتفق معك لو أن الرسائل الورقية تصل بسرعة مثل الرسائل الإلكترونية يعني الشخص الأول بيحكي ماشي الحال حلينا مشكلة الورق بس انتبه لقضية السرعة فبيحكي كنت سوف أتفق لاحظوا كنت سوف إحنا عارفين أنه سوف أول صح ولا لا الآن كنت سوف بتحس أنه هذا الماضي من أول نعم بالفعل الإنجليزي فيه ماضي من أول فبنحكي كنت سوف يعني أول شيء الفاعل أنا I كنت سوف يعني would لاحظوا will will سوف بينما would كنت سوف تمام الآن I would ممكن نختصرها في الإنجليزي ب I'd إحنا حطينا I would أو I'd الثنتين صحيحات نكمل I'd كنت سوف أتفق I would agree I'd agree معك ما معنى معك with you تمام لو أن ما معنى لو if الرسائل الورقية the letters if the letters أو لو حطنا من غير if letters يكونك أفضل لأننا نحكي عن الرسائل بشكل عام if letters تصل بسرعة ما معنى يصل reach بسرعة fast مثل الرسائل الإلكترونية ما معنى مثل like emails أوكي الآن بي شو حكا بيحكي آه والله معك حق أعتقد هون في ت أعتقد أنك محق ما معنى أعتقد I think you are right طبعا right عدة معاني يمين وأيضا محق إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم عن طريق الواتس والفيسبوك وغيره طبعا اشتركوا في القناة وإعطاء إعجاب لهذا الفيديو أستاذ رادم سعيد يحييكم نراكم إن شاء الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته